لا تزال الآلاف من العائلات العراقية تكابد مرارات إخفاء وتغييب أبنائها منذ سنوات وقد تقطعت بها السبل في البحث عن مصائرهم أو معرفة أماكن جثثهم في الأقل وقوفاً على معاناة الإخفاء القسري الكبير في العراق وسعياً لتفعيل الاتفاقيات الدولية لمنع مرتكبي هذه الجرائم من الإفلات من العقاب كانت أعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية رسام واتحاد الحقوقيين الدوليين في مدينة إسطنبول التركية وشاركت فيها هيئة علماء المسلمين في العراق والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ومجموعة من المنظمات الدولية الحقوقية والحقوقي وما يحصل في العراق من جرائم قتل واعتقال وترييب قصري وتعديد في الجلسة الأولى تحدث رئيس مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية الدكتور يحيى الطائي عن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة وخاصة في العراق الذي فقد مقعده مؤخراً في مجلس حقوق الإنسان بسبب انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات وعلى رأسها جريمة الإخفاء القسري اتحاد الحقوقيين الدوليين ممثلاً برئيسه نجات جيلان شدد في كلمته على هدف الاتحاد وهو إيجاد الحلول لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في العالم وبالذات في العراق وسوريا حيث قتل الملايين من الناس وشرد وهجر الملايين كذلك بسبب الانتهاكات الحكومية الباحثة في القانون الدولي الإنساني إيناس زايد تحدثت بدورها عن الإخفاء القسري مفهوماً وتعريفاً والموقف القانوني من هذه الجريمة التي بات العراق الأبرز في العالم من حيث أعدادها فيه مشكلة التغيب القصري أو الاختفاء القصري بلغة قانونية هي مشكلة كبيرة جداً في العراق لعدد أسباب أهم سبب من هذه الأسباب هو كثرة الأعداد المغيبين قصراً ومختفين قصراً بحسب إحصائيات أمم المتحدة وصل عدد المغيبين أو المختفين قصراً إلى 250 ألف إلى مليون شخص هذا يجعل هذا الرقم كبير جداً بالمقارنة مع باقي دول العالم حتى عبر التاريخ يعني لم يكن هناك هذا العدد الكبير من الاختفاء القصري في أي دولة أخرى هيئة علماء المسلمين في العراق مثلت في الندوة الدولية بقسم حقوق الإنسان في الهيئة الذي يعتبر جهة العراقية الأبرز في توثيق وكشف انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات في العراق والتي تفاقمت تزامناً مع التدهور الأمني والاقتصادي في البلاد لدى الهيئة أسماء وبيانات وتفاصيل كثيرة مكتوبة عن مئات حالات اختفاء القصري التي جرت في العراق ولا سيما بعد العام 2014 طبعاً هنا نتحدث عن حالات ذهب من دوبوا القسم إلى المتضررين ووثقوا هذه الحالات كتابياً كما ذكرت وهي طبعاً تختلف عن الحالات التي تم رصدها وهي بالآلاف جاري توثيقها حقيقة جلسة العمل الأولى من الندوة الدولية تضمنت أيضاً مداخلة لعضو محكمة بروكسل ديرك أدريناسيس التي ركزت على استخدام الإخفاء القصري كأداة في الحروب والنزاعات وخاصة في العراق بعد عام 2003 حيث رفضت الحكومات المتعاقبة وهمشت الكمة الهائلة من التقارير الدولية التي وثقت الإخفاء القصرية على أيدي قوات الحكومية والميليشيات الأمر الذي أدى إلى تمزق المجتمع وتفككه الجلسة الثانية من أعمال ندوة التغييب القصري في العراق صلتت الضوء على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القصري وجهود المنظمات العراقية والعربية في كشف ملفات الإخفاء القصري وإيصالها للمجتمع الدولي الجلسة الثانية من أعمال الندوة الدولية اختتمها عضو اللجنة التنسيقية للميثاق الوطني العراقي مكي نزال وتحدث فيها عن دور منظمات المجتمع المدني في كشف وتوثيق ملفات التغييب القصري وإيصال صوت ذوي المغيبين قصريا للمجتمع الدولي ماذا تفعل منظمات المحلية والأفراد والإعلاميون؟ أهم فقرة يستطيعون فعله وينفعون بها هو التوثيق الفيلم بتاريخ كذا وبمكان كذا تسمية الأشخاص تسمية الأماكن هذا دورهم الرئيسي والأساسي عدى ذلك يمكن أن يطالبوا ويمكن أن يكتبوا التقارير ويوصلوا المعلومات إلى المنظمات التي نسميها الكبرى التي ممكن أن توصل هذه المعلومات إلى الجهات المؤثرة في العالم سمير السلامة قناة الرافدين الفضائية إسطنبول